أهلا بكم كل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع يوم السابت الجاي إن شاء الله هو الموعد المحدد لنقل المميوات الملكية 22 ملك من ملوك وملكات مصر القدماء هيتم نقلهم من المتحف المصري بالتحرير لهنا للمتحف القومي للحضارة المصرية واللي يشهد افتفاح القاعة المركزية جوه المتحف احنا موجودين هنا بتلفزيون اليوم السابع موجودين داخل المتحف القومي للحضارة المصرية عشان نقللوك الصورة ونشوف التطوير اللي حاصل في بحيرة عين الصيرة وكمان هنلتقي بمعالي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار مش عرفنا دكتور خالد خليني أبتدي مع حضرتك دايما بنسمع إنه بيتم نقل أثار من المتحف المصري بالتحرير مثلا للمتحف الكبير أو نقلها من مكان لآخر ليه نقل المميوات الملكية تحديدا حضرتكم اخترته إن يكون في حدث وفي موكب وفي كل هذا الجمال الزمعيك بيقول طبعا احنا بننقل ألاف الأثار من لكل المتحف الجديدة سواء الكبير أو الحضارة أو شرم الشيخ والغرداء كفر الشيخ كل المتحف اللي احنا شغالين فيها بشكل منتظم ولكن أنا توقفت عند نقل المميوات الملكية لأن كان فيه دايما فيلم فيديو بشوفه دايما من زمان وهو استقبال ممياء الملك رامسيس الثاني سنة 1976 لما وصلت باريس وكان دايما بيقولولنا شوفوا إزاي احنا بنحترم أجدادكم ولما وجيه جات ممياء مصرية احنا حطينا السجاد الأحمر على الطيارة وضربنا طلق ناري احتفالا بيه وتم استقباله استقبال رئيس جمهورية واتعمل له مراسم تشريفة في باريس كلها فلما جم زملائي من سنة ونص تقريبا في 2019 وقالولي احنا حننقل المميوات فكانهم بتتقال انها حدث هتتنقل يعني زبيت الأثار فطبعا أنا استرجعت على طول بقى في ذاكرتي من أنا صغير فقلت لأ حدث زي داي يستاهل انه هو يتم بطريقة لائقة لأن الملوك دي كلها هي أصحاب فضلة على البشرية كلها هي أصحاب فضلة على مصر هي اللي عملت تاريخ المصري القديم الملوك دي هي عمنا حطب الثالث هي رمسيس الثاني هي ستي الأول هي تحطمس الثالث هي سقنن رع هي رمسيس الثالث هي ملوك مهمة جدا زي ما حكي قلتم 22 ممياء فبدأت الفكرة في 2019 ولكن قلنا عشان الصورة تكتمل وكان التوجيه بقى اللي جالنا لو عاوزين الموكب يكتمل بجد وتبقى صورة حضرية لازم بدان التحرير تطور ولازم بحيرة عين الصيرة تتطور وبالفعل قامت الدولة المصرية بتوجيه من السيد الرئيس الجمهورية وبمتابعة يومية من دولة رئيس مجلس الوزراء بتطوير مدان التحرير اللي أصبح النهاردة كلنا فخورين به شلنا الإعلانات الضخمة اللي كانت محطوطة دهنا العمرات كلها بلون واحد عملنا لانسكيب بشكل محترم زي إنها تم تجميع أجزاء مسلة كانت مكسرة في صن الحجر ورفعناها ورممناها أربع كباش كانت موجودة في صفنا كباش داخل معبد الكارنك كانوا 33 نقلنا أربع بعد ما رممناهم فأصبح وعملنا إضاءة جديدة طورنا متحف التحريم من الخارج عملنا الصور بتاعه عملنا الحديقة عملنا الوجهة بتاعته فأصبح شكله رائعي بحيرة عين الصيرة طبعا كلنا فاكرين كان شكلها إيه من سنتين هي ومنطقة مجرى العيون تم تطويرهم بالكامل الحمد لله وأصبحت البحيرة ورايب جدا حتكون مقصد سياحي طرفيه داخل القاهرة بإذن الله الموكب إحنا بنستعدله بشكل قوي بقالنا أكتر من سنة ونص إحنا كان الحدث ده مفروض تعامل قبل كده ولكن إحنا أرجعناه عدة مرات إحنا شعرنا الأساسي هو إظهار جمال القاهرة إظهار كيف المصريين بيحترموا أجدادهم وبيحترموا تاريخهم وهم فخورين به شعرنا الأساسي هو الهيبة يمكن ده من الكلمة اللي أنا بركز عليها في كل كلامي أنا مش عاوس حاجات مفهاش هيبة لأنه دول ملوك وملكات مصر فالعالم كله بيتفرج علينا أنا التأكيد اللي عندي لغاية دلوقتي أن هناك متابعة من 62 دولة خارج مصر الكاميرات اللي جات لغاية مبارح وما أكتر من 200 قناة غير مصرية بالإضافة طبعا لكل المصريين قولا واحدا فالعدد تخطى أكتر من 400 لغاية دلوقتي ولازال هناك طلبات بتجلنا الحدث إن شاء الله احنا عايزين نوري مصر قدية متحضرة هدفنا أن احنا نوري مدحف التحرير خروج المميوات منه مرورا بمداني التحرير اللي هيتم إضاءته إضاءة المسلة إضاءة الكباش إضاءة العمرات بشكل حضاري موسيقى فيها هيبة فن راقي أغاني وطنية فنانين مصريين هيتكلمون المواقع الأثرية المختلفة يعرفوا الأثار الموجودة عندنا هنعرض فيلم عن الطفرة اللي شهدتها الأثار المصرية وكيف إن الدولة حطتها على رأس أولوياتها خلال السنوات القليلة الماضية أحب نخاطب العالم وأنا سعيد برد الفعل العالمي الإيجابي جدا لهذه الفعالية وربنا وفقنا يا رب وتطلع حاجة لائقة مصر ما بتعملش مهرجانات كتير في الشوارع دبا كان يتقلي بقى كوزير سياحة إحنا هبنعمل مهرجان لم ولن يتكرر إن ده آخر تحرك للمميوات الملكية إن شاء الله يومها بإذن الله هنفتتح القاعة المركزية في المتحف قاومة الحضارة المصرية قاعة من أجمل القاعات في الشرق الأوسط وهنفتتح قاعة المميوات هتكون التوابيت كلها موجودة ومعروضة وقاعة كلها جاهزة بالنسبة 100% ولكن المميوات مش هنعرف نعرضها للجمهور يوم 4 أبريل حيبا 4 أبريل هنفتح القاعة المركزية وهنفتح كمان الأوفيشل ستور بتاعنا اللي بنبيع فيه من المستنسخات الأسرية الأول مرة في مصر بقى عندنا إنتاج كبير للمستنسخات الأسرية عليها ختم الدولة المصرية فمن يوم 4 أما المميوات إحنا محتاجين 14 يوم إن إحنا نوضبهم وزملاء المرممين يشتغلوا بس يعدوهم للعرض وإن شاء الله يوم 18 أبريل اللي هو يوم الطراف العالمي هيكون قاعة المميوات كمان مفتوحة بالمميوات ولكن بندعو الجميع لزيارة هذا المتحف الرائع يوم 4 أبريل صباحا وإن شاء الله شراء المستنسخات الأسرية المصرية من عندنا يوم 4 أبريل إن شاء الله دكتور خالد قدي حضرتك شايف إنه حدث زي ده بيسهم فيه الترويج للسياحة المصرية وللحضارة المصرية وإنظهارها أمام العالم كله هو طبعا هو جذب خلاص نحيك لو دخلت النهاردة على جوجل العالم كله بيتكلم عليه وإحنا كمان اشترينا مساحات إعلانية في الوطن العربي وفي البلاد الأجنبية أسئلية مصدرة للسياحة المصر بحيث نخش كل بيت إحنا هنتزيع هوا في كل دول العالم إن شاء الله بإذن الله ونتمنى بقى أن بعد الكوفيد ما تخلص وتسياحة تتحرك ما فيش سياحة ييجي مصر مش هيحيب يزور قاعة المميوات فقاعة المميوات بدل ما هي كانت معطوطة في قاعتين صغيرتين في مدحف التحرير حيتحطوا بطريقة عرض متطورة جدا جدا الحيطان كلها سودة كأنك في مقبرة في العالم الآخر المميوات جنبها التابوت بتاعها جنبها معلومات جنبها نتيجة السيتي سكان اللي اتعامل عليها لو كان عنده مميوات بطريقة معينة أو بمرض قاعة جبيرة جدا جدا وإن شاء الله يعني مدحف الحضارة هيكون إضافة كبيرة جدا استعدادا بإذن الله بقى الإضافة الأكبر وإن مدحف الكبير بإذن الله دكتور خالد يعني لحزته من كلام حرتك أن الهدف كمان ليه دور تفقيفي وتوعاوي للناس بالحضارة المصرية حراك لسه أيل من شوية أنه هيكون فيه فنانين بيتكلموا عن من مناطق مختلفة هل الفكرة ربط أماكن مختلفة وأماكن أثرية وسيحية مختلفة في مصر مش بس من مدحف التحرير للمدحف القومة للحضارة؟ طبعا هنوريه مجموعة أثر أخرى هنبقى فيه تصوير من عدة عمل الأقصر هيكون فيه تصوير من الهرم من المدحف الكبير هنطلق النهاردة إن شاء الله فيلم تعريفي عن عملية النقل عشان دي الناس كلها منتظرها الفيلم كان المفروض ينزل يوم الجمعة لكن إحنا طبعا قلنا مش هنعمل أي ترويج جمعة وسبت وحد تقديرا للحظة فإحنا أرجعنا كله للنهاردة إن شاء الله هينزل فيلم النهاردة حوالي 6 دقائق بيحكي عملية النقل بيعرف الناس مين هي المميوات الرئيسية وبيعرف الناس ما هو مدحف الحضرة ده ينزل النهاردة كل ده لم أقولها ينزل هو ينزل في مصر وينزل كذلك في البلاد العربية وبلاد غير العربية المصادرة للسياحة عشان بقى فيه ترويج للمكان ولكن أنا بصراحة لما فكرت في الفعالية دي في 2019 كان هدفي الأساسي هو إظهار إن إزاي الدولة المصرية بتحترم أجدادها إزاي الدولة المصرية بتحترم تاريخها وحضرتها وإن إحنا لما بننق الملوك كتبوا التاريخ في العالم فإحنا بننحني لهم وبنستقبلهم أعلى استقبال وبنطور ميادين وشوارع عشان بنستقبل مجموعة دي الرسالة كان نفسها ووصلها أنا ساعتها ما كنتش وزير سياحة يعني كان قبل التعديل بفترة بسيطة فكنت وزير أثار فكنت وصلها من ناحية إن نوري إن إحنا فخورين بتاريخنا وحضرتنا لما انضمت إلي وزارة السياحة فبالتالي شق الترويجي بقى بقى يهميني هو كمان أنا نخش كل بيت برا مصر وإن إحنا نستغلل هذا الحدث سياحيا طبعا السياحة قليلة في القاهرة دلوقتي ولكن بعد الكورونا أنا أتمنى ولكن أكيد المتحف ده حيتحط في كل البرامج السياحية لأن كله عايبادة تشوف المميوات الملكية وكمان إحنا عملنا تخفيضات للشركات السياحية بتنسق معهم عشان نشجعهم يحطوا المتحف في برامج الزيارة في القريب العاجل إن شاء الله أعتقد فيه خصب 50% للمصريين والعرب إحنا عاملين تخفيض 50% للجميع من يوم 4 ليوم 17 أبريل وإحنا عاملين إن الإعلام والصحافة المصرية والعربية والأجنبية تصوير مجانا داخل المتحف يوم 4 و 5 أبريل تقديرا مننا للدور التوعوي المهم اللي هما بيلعبوه حضرتك النهاردة وقنوات كتير بتتكلم على حدث بقالها بضعة أيام حضرتكو من خلال شغلكو عملتوا حالة إنكو خليتوا المواطن المصري بيتكلم على موكب المميوات المواطن المصري بمختلف مستوياته الثقافية منتظر الحدث أنا من أول زميلاتي وزملائي في الحكومة إلى الناس البسيطة كلها اللي أنا بتعامل معاها كله بيقول لي الموكب نتفرج إزاي عايزين نشوف الموكب الناس كلها بتتكلم وده دي حاجة مهمة جدا نربط الناس بتاريخها وحضرتها نوريهم إن إحنا بننتمي لحضارة عظيمة فلما يلاقوا إن قيادات الدولة كلها بتحترم الملوك دي وبتحترم تاريخها دي حاجة رسالة مهمة جدا احنا محتاجينها دكتور خالد أنا عارف إن موكب المومايات الملكية واحد من أبرز الملفات اللي حضرتك اشتغلت عليها خلال الشهور بالسنين اللي فاتت ورولة ظروف الكورونا يمكن كان ده تحقق من قبل كده بكتير شعور حضرتك الشخصي إيه وخلاص الحلم أو الشغل اللي عشغلنا عليه الفترة اللي فاتت دي كلها بيتحقق خلال كم يوم إن شاء الله كل الدولة ساعدتني في الفعالية دي عشان أكون صادق كل جهات الدولة ما فيش وزارة ما فيش جهة في الدولة إلا لما ساعدتني عشان الحدث ده احنا علينا نوري مصر جميلة إن شاء الله لا طبعا يعني إن شاء الله خير بترقب بحاول أرجع كل التفاصيل بنفسي عايز أظهر البلد بشكل جميل أوي أظهر جهود زملائي والدولة المصرية في تطوير وتجميل القاهرة عايز أوري قاعة جميلة احنا بنعملها عايز أطمن على متحف المصر بالتحرير عايز أوري إن الوعي السياحي والأسري لازم نهتم به عايز أوري إن إحنا الدولة بتعرف تنظم فعاليات كبيرة فيارب إن شاء الله يعني نفسي ما يحصلش فيه ولا هفوة أتمنى من الله بإذن الله عشان يكلل فعلا مجهودنا على مدار سنتين تقريبا في الأعداد لهذا الحدث ورا على طول إحنا عندنا أحداث تانية كبيرة جدا بنعدالها إحنا عندنا حفلة المتحف المصر الكبير فطبعا دي بالنسبة لنا بروفا مهمة جدا عندنا كمان نقل قناعة وتعالى خامون والتوابية الذهبية ما دي برضو مش عارف عن إليها في صندوق كده لا لازم برضو هيتعمل لها حاجة هي كمان فتاني الأثار المصرية هي المنتج المصري اللي بيقدر يخش كل بيت المنتج السهولة فإحنا عشان كده عايزين بقا يعني نستثمر الكنز اللي عندنا في الوعي الأسري والسياحي وفي الترويج لمصر خارج مصر رسالة أخيرة من حضرتك لكل الناس اللي بتشوفنا في تلفزيون اليوم السابع وكل المصريين والعرب وكمان الأجانب المصريين بقول لهم لنا أن نفخر أن احنا ننتمي لحضارة عريقة حضارة فريدة من نوعها تتميز بكم أثار فريد ومتنوع وطويل على مدار ألاف السنين هو الأشهر في العالم فلنرفع رأسنا ونقول أن احنا بننتمي لحضارة عظيمة الحضارة عظيمة عظيمة بالإيمان والعمل فنحط قدامنا أن احنا كمان لازم نعمل كلهم في مجاله بقدر الإصطاع عشان نبني لأن اللي بنبني النهاردة هيبقى أثر بكرة واللي بنعمله النهاردة هيبقى حضارة بكرة بقول للعرب والأجانب أهلا بيكو في مصر احنا عندنا إجراءات احترازية على مستوى عالي جدا للاستقبال السائحين احنا استقبلنا أكتر من 2 مليون سائح آخر 6-7 شهور الحمد لله ما فيش إصابات تذكر فإحنا فتحين درعاتنا ليكو تعالوا زوروا مصر استمتعوا بأثارها وبشواطئها وبجونا الصحي الجميل دكتور خالد سؤالي الأخير لحضرتك ويعني بصفتك أثري هل دكتور خالد العناني بيؤمن بما يسمى بلعنة الفرعنة؟ لا أؤمن بلعنة الفرعنة وإحنا طول عمر ده بنشتغل في الأثار ومقابلين حياتنا كلها في الأثار وسط المقابر وسط التوابيت وسط الأثار أنا بأؤمن ببركة الفرعنة والخير اللي هم جابوهن على مدار مئات السنين والخير اللي هيجابوهن إن شاء الله وهم اللي خلونا نرفع رأسنا في كل مكان ونروح لنتمي الأحظم على أعظم حضارة في العالم وحب أشكر الأجداد اللي هم لغاية النهاردة بيساعدوا مصر لأنه هم اللي بيخلوا السياحة يجي وهم اللي بيخلونا تاني وبقولها تاني لما روح أي حتة أقول لهم أنا مصري وحضرتك كذلك أول سؤال بتتسائله بتعرف حد شبسوت بتعرف تحتمس الهرم أبو سنبل فأنا بشكرهم وبقول ربنا يديم بركة الفرعنة دايما علينا وعلى مصر إن شاء الله أنا بشكرك جدا دكتور خالد يعني وعلى عارف أن احنا عطلنا حضرتك عن الاستعدادات وعن الشغل الكتير اللي أيمين بيه أنا اللي بشكركم عن دور التوعاوي العظيم اللي انتو بتعملوه اللي خليته الشعب المصري كله بيتكلم عن الأثار والحضرة المصرية بنتمغلكم كل التوفيق إن شاء الله واشكرك واشكر كل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع